الاول كان من العلاقة. الاول كان ده يعني مصير العلاقة بس ها مش بيفون مصير مطلق يعني هو مجرد طاقة. ما القادم في حياة برج الحمل اللي عايز يبين. اوكي شكلك اتعرضت يا برج الحمل حاجة صعبة. طاقة العامة من الورق. اتعرضت الحاجة صعبة اخي ده يا اخي انا. ام 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 مشاكل. حاجة فيها ناس فيها اكتر من من شخص يعني مش حاجة تخص الشريك بس يعني كلام مسلا سيء. لان ده ممكن كمان يكون كلامي في صمعك او كده. فشكلك اتعرضت الحاجة صعبية برجات الحمل. طاقة بتاعتك اه اه. طاقة حب. طاقة مشاعر. انت في عندك حب تجاه حد. في الوقت الحالي. او انت بتفكر انك انت هتقدم عرض حب لحد في الطاقة الحالية. تفتير كتير كده. او انت عندك حب يعني او مشاعر تجاه فيه طاقة حب يعني. برج الحمل. طاقتك. في الوقت الحالي. اه. في او في حد انت قدمت له حب ومشاعر. ومشاعر ده. اه خانك. خدعك. اه خذلك. اه انت بتراقب كمان حد. او انت بتراقب حد. لكن انت موجوع مثلا من علاقة من الماضي او من السابق او كده. وبقيت حذر في العلاقات. بقيت حذر ان اه انك تقدم مشاعرك لحد او كده. فيه او خايف. او انت بتحب حد فيه عنده طرف ثالث. يعني كل حد ياخد الكراءة بالشكل المناسب ليه. يعني فيه عنده طرف تاني او انت اللي عندك الطرف التاني ومش قادر مثلا تقول مشاعرك للشخص التاني. فاخذ الاحتمال المناسب ليك. ابتاكد شريكك. ابتاكد شريكك. ممكن ده شخص مختفي. ممكن ده شخص انت متعرفش عنه كتير. ممكن ده شخص غامض. ممكن هو حزين في الوقت الحالي. طاكد شريك برج الحمر. الشخص ده ممكن يكون مختفي متعد نجبال او انت متعرفش عنه حاجة قوي او 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 هو منعزل عن الناس او ما. وابادئ حاجة جديدة في حياته وبيعنل توازن في حياته. رصه هو طاقته حلوة. بالذات ان هنا كمان في الطاقة بتاعته. يعني هنا الامر وهنا الشمس الطاقته فيها توازن بفعلا في الوقت الحالي. ممكن هو مقتعد مسلا تأمل او بداية حاجة جديدة في حياته في الوقت الحالي. ممكن هو كمان بيرقبك. بس بشكل مختلف عن الشكل ان انت بترقبه به. لان انت عندك شبه كده في علاقات. بسبب خداعية. اما خداع متكارل من الناس. هاشط. يا اما حاجة حصلت ليك في السابق او في المؤذي. طاقة العلاقة منكم انتو الاثنين لبين وفارد. طاقة العلاقة منكم انتو الاثنين. طيب انا شايفة طاقة فيها حماس. طاقة فيها شغف. فيها اثنين نكحين. شايفة كانان احرف. شايفة احرف. شايفة حرف الان. خرف الام. خرف الاي. خرف الاتش. خرف البي. دي ممكن حرف تخص حد بينكم او كده. شايفة طاقة العلاقة ما بينكم. فيه غربة اعتذار او مصالحة او اعتراض بحب او اعتراض بمشاعر. اه وفيه قرار لازم يتخذ بشأن ده. فيه فيه كمان انتو شايفين ممكن تكونوا انتو الاثنين بالنفس الصعي من نفس البرج او من نفس يعني انتو الاثنين مسلا تكونوا برج لاي او انتو الاثنين تكونوا خمج. فيه احتمال ده. او حاسين انه انتو الاثنين براية الوقت. تمام? مشاعر متجاهك حلوة قوي قوي قوي. مشاعر متجاهك بايسة. انا شايفة هنا ده شخص طيب. اه شخص طيب. شخص كويس. شخص منعذل لتحسين وضعه. تحسين نفسه. اه بادئ حاجة جديدة. اه ممكن يكون فيه جينك وبينه فرق سنة ده للبعض. للبعض ممكن يكون. او تعرفه من زمان. او تشوفه تحس انك اكتا تعرفه من زمان. المهمبي مشاعره هنا تجاهك كمشاعر محبة. اه مشاعر سلام. مشاعر اه التواصل الروحي. مشاعر شفاء. ممكن الشخص ده انت من اسباب مثلا انجاحه في حياته او تقدمه في حياته. قل ان هو بس بيفكر فيك. اه اه مشايفة شخص روحاني. ده له كارت برج القوص. اه ده ممكن يكون شخص كمان روحاني او بيستعمل روحانياته او عينه التالثة اه 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 قوي. مشاعره انتجاهك او انتجاه العلاقة. الامر برضو. الشخص ده انت بتساعده ان هو يتوازن في حاجة صعبة وهو مر بيه. يعني مش انت بس اللي عندك حاجة صعبة. هو كمان حاجة صعبة هو مر بيها انت بتساعده ان هو يعمل توازن حاسس بتواصل روحي قوي بينك وبينه. ممكن انت كمان بالنسبة له او احسيسك او مشاعر بهم ده بالنسبة له في الوقت الحالي. الشخص ده متفاجئ او متفاجئ في الوقت الحالي بالمشاعر اللي هو حاسسها اللي هو حاسسها محيطك. او الشخص ده حزين في الوقت الحالي بسبب انفصال حصل بينك وبينه. فيه ترومت قوي جدا حصل بينك وبينه انهيار للعلاقة. الشخص ده حزين جدا في الوقت الحالي وبيحاول ان هو هو يتواصل معك على قرر روحيا في الطابة الحالية علشان يجذبك لي تاني او انك انت تسمحه او ان هو يحاولي يسمحك اي كمين نعرف مين. نوايات تجاهك او تجاه العلاقة. ايه نوايات؟ ده عند ورق قوي جدا. ورق واضح جدا. نوايات تجاهك ان هو يوضح لك حاجة. يوضح لك امور. يكشف لك مثلا اصرار معينة. يكلمك عن نفسه. ان هو هنا الامر. هو مختفي. هو غامض. هو منعزل عن الاخرين. هنا ممكن يكون عاوز يوضح لك اللي هو بيحس بنوايات. في جاهك او تجاه العلاقة. اه. الشخص ده موية تجاهك او تجاه العلاقة. ممكن انت يبين لك حاجة مسلا ان حصلت في حياته او ان هو اتعرض لايه في حياته. ان شخص ده متردد ممكن في الوقت الحالي. بسبب ان فيه شيء لازم ينهيه في حياته الاول. هو عنه اكيد انه شعر حب تجاهك. لكن فيه حاجات لازم تحصل تغييرات في حياته. عشان الشمس دي تطلع او الشمس دي تكون او الامور دي توضح الحاجات دي لازم تنتهي اللي موجودة في حياته او في حياتك يعني. خطوات القادمة تجاهك او تجاه العلاقة ده فور. اه. زي ما قلت. فيه حاجات لازم تخلص خالص وتبدأه من زيرو. الشخص ده اه. كمان عاوز ياخد خطوة ممكن تكون مش محصودة قوي. مش مدروسة قوي. اه. او بمجرد انتهاء الشيء السيء. مثلا انه بتمره به او بتمره به العلاقة ياخد القرار على طور او يبدأ معك بداية جديدة تماما. لو انت شخصي. انا شايفة هنا للبعض. ممكن ده شخصي جديد. للبعض الاخر. ممكن ده شخصي انت قلت معاه في مشاكل. حازن الم او كده. والشخص ده بيعيد برماجة نفسه. وحياته في الوقت الحياة. نواية تجاهك. اه خطواته القادمة تجاهك. شخص ده جاي لك بطيب او حب بسلام. شخص روحاني جدا. حكيم. اتعرض لحاجات كتير. اكسبته حكمة. خبرة. عقل. اه ممكن يكون هو سنه صغير مثلا وعقله اكبر من سنه. اه ممكن يكون هو شخص متدين لكن مش بالشكل الظاهري. بالشكل. ده مش بحب كلمة المتدين دي يعني. بس كأن حد بيفتعل الشيء يعني. لكن هو كأنه شخص عنده الحكس قوي جدا. عنده طاقة العين التالتة موجودة قوي يعني. او هو بيتبع حكسه بشكل كبير. اه ايه؟ وفيه شوية اسرار برضو. فيه شوية اسرار عنده في نايات او في خطواته او كده هو مش مش مفصح عنها للاخرين او ديك في الوقت الحالي. الاوت كان العلاقة مثلا فرس انت اما هو هيسيب حد وراي اما انت هيسيب حد وراك. المهم انه هو هيكون موجودين مع بعض. ده كرت العاشقين. الكرت ده مش بيقضي امي جليز لكن هيكون في علاقة. يعني هيكون فيه مشاعر. وحبه كده. اه ايه نوايات دجاهك او تجاه العلاقة. اه الاوت كامل. الاوت كامل دجاه في العلاقة. اه فيه اه فيه مشاعر فيه حفلة. فيه تقدير. فيه استقرار. فيه تغيير لحالة انتو بتعشوها في الوقت الحالي. ممكن يكون فيه حاجة فيها شغل تشتغلوها مع بعض. اه فيه سفر ممكن تسافلوه مع بعض. ممكن. الشغل ده يكون عن طريق الانترنت. ممكن اه اه فيه نوع من انواع الاستقرار يعني. او شخص ده يكون انت رئيسه في العمل او هو رئيسات في العمل. يحسب بينكم مشاعر الحب او يعترف لك بالحب اللي عنده ده او كده. بس فيه حاجة مثلا هتخلوها في بدايتها ما تكونش ظاهرة للاخرين. يعني ما يكونش الاخرين يعلموا عنها يعني. انا عايزة اشوف من الرومان في مشاعره تجاهك او تجاه معلاتك. لان هنا هو حاسس بايه لكن ما فيش مشاعر تجاهك. ايه مشاعر تجاهك او تجاه معلاتك. حد فيكو كانت فعلقة سامة او فتاقة سامة اه او عن مطاقة ادمان مثلا ادمان على حاجة او كده اه شايفة فيه في مشاعر تجاهك او تجاه العلاقة. فيه مشاعر حبه ممكن كمان ممكن تكون واصلة لتعلق او الشخص ده مدمن على شيء بواصله حاجات كتير في حياته في السابق هو بيحاول يعمل شفاء متوازن في الوقت الحالي او كان فعلقة سامة او علاقة فيها تعلق عملاته مشاكل في حياته هو بيحاول يخرج منها اه هنا كمان في مشاعر تجاهك الشخص ده ممكن يكون بيدا يا ربنا انه تكونوا موجودين مع بعض يكون مستعد ان هو يبزل مجهود اكبر لان هو شايف انك انسى الحب الكبير بالنسبانه. الابراج الموجودة هنا يا برج الحمل انا شايف برج الحوت العقرب السرطان الميزان الاسد القوس عقرب تاني عزراء حمل آآ صورة عزراء جوزاء دي الابراج اللي موجودة برج الاسد برضو تاني او الكوس دي الابراج والطقات اللي موجودة. اه آآ قادم في حياة العازبين في شخص بيحبك اوه ممكن يكون اصغر منك آآ ممكن يكون شخص انت كنت معي وعايز يقدم لك اعتذار او مصارحة او كده. من قادم. ممكن كمان جاي لك رزق خير او كده لان انا هيا بقولك من قادم مش من القابل. من قادم بتشمل آآ زواج آآ عمل آآ نجاح ارتباط آآ فلوس آآ اي حاجة ممكن تظهر قدامنا. من قادم لبرج الحمل في الفترة اللي جاي. طب اللي اتنين يا برجال. اللي اتنين ممكن انت فيه ارتباط ممكن يحفر فيه دوايك مع شخص هو المستقل. انا شايفة شخص روحاني جدا على فكرة. لو القراءة دي مش مناسبة معيك فانت ممكن ما تكملش يعني تبقى هي مش متبطة معك. يعني لو انت مثلا شريكك صعب وفظيع وخاين وعمل ومعرفش ايه فتبقى دي مش لك او يمكن تتحسن او تغير يعني انا شايفة شخص روحاني. عمل استقرار استقلال لنفسه. الحالة بسمق لك على الحالة الحالة الحب دي. آآ بتكون حلوة قوي اللي هو حد آآ مستغني بنفسه عن الجميع. حالة الحب اللي بتكون دي حالة كده تبقية هدهلكو. اللي بتكون فيها احتياج. احتياج آآ لفلوس ان حد مسلا يكون مسؤول عني او يصرف علي او كده. احتياج لمشاعر ان حد يعطف علي احتياج لاهتمام احتياج احتياج. طاقت الاحتياج بتجذب الشريك الخطأ. اللي هو يعذبك في الشيء اللي انت محتاجه. تمام? طاقت الاستغناء والاكتفاق بالذات. آآ طاقت بتجذب آآ زواج ناجح آآ شريك مناسب آآ آآ ويخليك على الوضع ده دايما. يعني خليك انك انت شخص مكتفي وعندك طاقة استغناء. فخلوا بالكم للطاقة بتاعتكم انتو بتجذبوا الشريك الحياة او انتو بتختاروا شريك الحياة او انتو بيحصل فيه تصالح او عودة. عشان الموضوع يستفر ويستمر لازم اكون انا مبسوط وانا مع نفسي. ومتصالح وانا مع نفسي وسعيد وانا مع نفسي عشان اجيب طاقة شبيهة ديه. لو انا فيه طاقة فقر اي شيء فانا هجيب برضو الطاقة اللي شبيهة آآ لي. فخدوا بالكم النقطة دي. آآ شايفة هنا برج الثور او برج عزراء. طاقة طاقة مائية. آآ شخص رفهاني جدا. ممكن تكون آآ العلاقة دي هتروح للزواجة على فكرة. التقرار وممكن يكون كمان يكون فيها عمل المشترق. اهو. الزواج بلدك بالزواج. زواج. فيه زواج اكيد برج الحمل. لو الطاقة مش همع اكمل البداية او اجتماع او لما شرع او مصالحة ايه كان وضعتها كوائي. لكن انا شايفة فيه ودنج. فيه اه ارتباط فيه زواج. آآ وشايفة ناجح كمان. شايفة ناجح. بعضكم ممكن او انت بالفعل لقيت الشريك. على فكرة مش تخيل ورعتين. آآ لازم تكون حالتك كده. لازم تكون الطاقة بتاعتك او الحالة بتاعتك ايجابية. تمام? بعضكم ممكن يكون عينة من مشاكل اسرية في الصوت. لازم ان هو يتحرر منها. دي الصاقة بتاعت الواجة. تمام? آآ بعضكم عينة من المشكلات ممكن يكون مشكلة في الاسرة بينك وبين الشخص ده. او بينك وبين شريك اخر. او هو بينه وبين شريك اخر. فيه سيركل معين انت بتلف فيه بقى لك فترة. ممكن ده بيسبب لك فشل في علاقاتك العاطفية. بسبب حاجة حصلت في حياتك. ممكن ده ما يكونش خاص بيك يعني ممكن يكون خاص باسرتك بالاسرة الكبيرة عندك. اللي هما الاب والام او كده. ممكن تكون مسلا كان فيها انفصال او كان فيها لخبطة مسلا. فانت عندك مشكلة من الطفولة. ممكن ده ما يبانش يعني ممكن ده انت ما تكونش حاس بيه او مدركه. فده محتاج مسلا انك تعمل تأمل تعمق اكتر تشوف ايه الاسباب اللي بتخلي حاجات في حياتك تبوز بالذات على المستوى العاطفة اللي هو احنا بنتكلم عنه في الوقت الحالي. وتتحرر منها. تتحرر من شكل الافكار اللي بتوصل علاقاتك ان هي ما تكونش نجحة. او ان هي يكون فيها الم او خوف او عدم احساس بامان او الحاجات دي كلها. لازم انت تتحرر منها. فهو انت على الطرف الاخر. وتكون تفكيرك ايجابي. تجاه الاشخاص. اه تفكيرك واحاسيسك. لان لازم الافكار تلبطها اه بمشاعر علشان تتحقق. زي كده لما بنزعل ونحزن او نفكر في طاقة سلبية. فبناءا عليه بنحس بمشاعر سلبية من حزن وقلم. بناءا عليه يحصل في حياتنا كثير من الالم كثير من السلبية. اه نفس الكلام اللي احنا فكرنا بشكل اه اه ايجابي. اه وحسينا بشاعر ايجابية. بيحصل في حياتنا احداث ايجابية ويدخلوا حياتنا اشخاص ايجابيين. خلوا بالكم النقطة دي كويس او يا برج الخمس. طيب نشوف ايجابة الملائكة لبرج الحمس. نفس الكلام. اه وعدوكم في عندي مشكلة مع حد او او شايف حد مثلا في الماء او كده. طيب هنا بيقول لك في حاجة تانية اخسن او في حاجة تانية افضل. ممكن يكون شخص. ممكن يكون فكرة. ممكن يكون تصرف. يعني في حاجة تانية احسن من الحاجة اللي انت بتعملها دلوقتي. تأكيدا عليه. هنا بيقول لك. انشو هنا اختار طريق تاني. او اختار طريقة تانية. ففي حاجة احسن من الحاجة اللي انت بتعملها دلوقتي. او احسن من الوضع اللي انت موجود فيه دلوقتي. والحاجة دي في ايدك. انت بتعملها يعني. هنا كمان بيقول لك as for help from others. خلي حد يساعدك. خلي حد يستشير حد. الحد ده لازم يكون حد خبرة في الحاجة اللي انت عايز تستشيره فيها. من الواضح انك انت لازم تلجأ لحد للمساعدة في الوقت الحالي. او ممكن تلجأ لربنا سبحانه وتعالى استخارع لان يبصوا غيرها دي تحت الورق بتاعكو خطير بصراحة. هنا انا برضو انت مكون منك ميديتيشن او التأمل او الدعاة او انك انت تعد في لحظات كده تاخد فيها وقت مع نفسك. انت عندك لمباتة في دماغك او حاجات اسئلة مش هايليها اجابات. هتدي لك الاجابات في اللحظات دي. اللي انت هتعمل فيها تأمل او استخارة او بتجعي ربنا او اي مكان يعني. وبالشكل اللي فيه انت عليه معتقلك او دينك. فيه عندك بداية جديدة نجاحك من اول وجديد. صفحة جديدة تماما انت في حياتك وهي دا بيقول لك.